مرحبا بكم أعزائي في قناة لينتعلم من إجليزية معا اليوم إن شاء الله سيكون الدرس جديد لسنة أولى متوسط قبل أن نبدأ أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك إذا كنتم جدد في القناة لا تنسوا أن تضغطوا على سبسكرايب أو اشتراك وإذا كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا أن تدعموا باللايك ليصل الفيديوهات أو تصل الفيديوهات لأكبر عدد من التلاميذ ويستفيد الجميع إن شاء الله إذن أعزائي كنت قد دخلت سابقا أو دخلنا سابقا في فيديو سابق لسنة أولى متوسط أهم مصطلحات سيكونس نمبر 5 أنا ووطني والعالم إذن سأتحدث في هذا السيكونس قلت أننا سنتحدث عن وطني بلدي الجزائر والبلدان الأخرى والعالم إذن أعزائي أول درس سنتعلم في الاتجاهات كيف أحدد موقع مكان ما منطقة ما أو دولة ما إذن أعزائي لنبدأ أولا في أول صفحات الكتاب المدرسي سندرس اليوم على الكتاب المدرسي نقول عن الخريطة باللغة الإنجليزية إذن عندما أتحدث عن مكان منطقة ما أو دولة ما ماذا أستعمل؟ ما هي الكلمة التي أستعملها أو طريقة السؤال؟ نستعمل where ونعني بها أين where تعني أين لدينا هنا خريطة الجزائر فيها كل الولايات هنا إذن اخترت مكان ما في الجزائر where is the ice cream where is the ice cream ice cream وهي منطقة في الهوغار إذن كيف أقول أن هذه المنطقة في الجنوب إذا قلنا الهوغار فهي في الجنوب the ice cream أقول أولا السؤال where is the ice cream قلنا أين تقع أو أين the ice cream إذن الإجابة كيف تكون the ice cream is in the south إذن ماذا فعلت؟ ذكرت المكان ثم verb to be لا ننسى ذلك verb to be is لماذا استعملت is؟ لأنه لدينا مكان واحد فقط إذا كان لدينا أماكن عدة أقول are لماذا؟ لأنها تعود على they هنا تعود على it نقول it is the ice cream is in ثم استعمل preposition حرف جر the south ونعني بها الجنوب إذن ice cream is in the south الأس cream هي في الجنوب ثم الإجابة الثانية the suspended bridge of Constantine are in the east الآن ماذا أحدد؟ أحدد مكان الجسور المعلقة في قسنطينا في ولاية قسنطينا إذن الجسور قلنا جسور وليس جسر واحد إذا كان جسر واحد ماذا أستعمل؟ استعمل ease ولكن قلنا أن الجسور معروفة أن في الجزائر الولاية التي فيها الكثير من الجسور هي من قسنطينا إذن the suspended bridge الجسور المعلقة أو جسور المعلقة في قسنطينا are in the east هم في الشرق حدد فكانهم في الشرق استعملت verb to be are ثم preposition and the direction الاتجاه أو the place المكان we have other example the caspa of algiers is in the north قصبة الجزائر العاصمة هي في الشمال إذن نحن نعلم أن القصبة منطقة معروفة في الجزائر أين تقع؟ في الشمال إذن أقول is in the north في الشمال the jedar thombs are in the west قبور لاجدار نقول عنها لاجدار وهي تقع في تيارت ولاية تيارت إذن the jedar thombs قبور الجدار are نتحدث عن قبور وليس قبر واحد لو كان قبر واحد أقول is لكن لدينا مجموعة من القبور إذن أقول are in the west في الغرب أعزائي عليكم أن تحفظوا جيدا الاتجاهات the directions south نقول عنها الجنوب east وهي الشرق the north قلنا الشمال the west وهي الغرب now يونس wants to know about great britain he writes to margaret إذن يونس وهو فتى في المتوسط يريد كل لديه معلومات حول بريطانيا العظمى وماذا فعل كتب لصديقته margaret ماذا قال في رسالته hi margaret these are the famous monuments and places in my beloved country algeria إذن ماذا فعل يونس أعطى أهم المعالم monuments وهي المعالم الأثرية أو المعالم في الجزائر والأماكن المعروفة في الجزائر قال لها هذه أهم أو أشهر المعالم التاريخية والأماكن في بلدي الحبيب الجزائر how about you how about yours ماذا عنك أو ماذا عن بلدك yours معناها عن بلدك يتحدث عن ملكيتها أي بلدها إذن ماذا ستقول margaret لنرى إجابة margaret إذن عزائي نذهب إلى task number two i look listen and repeat أنظر أستمع وأعلم لدينا هنا margaret talks about some monuments in great Britain إذن ماذا ستفعل margaret ستحدثنا عن أهم المعالم في بريطانيا العظمى هذه هي margaret إذن famous places in great Britain ما هي أهم الأماكن في بريطانيا العظمى أولا أعزائي سنتعرف على بريطانيا وما هي عاصمتها لدينا هنا خريطة بريطانيا لدينا هنا united kingdom ونعني بها المملكة المتحدة أو نقول عنها great Britain لدينا هنا england نقول على انجلترا عاصمة united kingdom أو نقول لندن وهي عاصمة بريطانيا إذن لدينا هنا whales وهي أيضا منطقة أو مقاطعة من بريطانيا لدينا هنا Scotland سكوتلندا وهي أيضا مقاطعة تابعة للمملكة المتحدة إذن أعزائي هنا موجودة الأماكن التي تحدثت عنها مارغاريت أو هي في الصور نتحدث عنها هنا the Edenburg national monument is in Scotland إذن أول معلم ذكرته وهو معلم الوطني في إدنبرغ وهي عاصمة سكوتلندا هذا هو المكان إدنبرغ هذا هو شكله عبارة عن معلم أثري حجارة في شكل سجن وهو معلم معروف جدا هذا أول معلم ذكرته مارغاريت لدينا لدينا في لندن ماذا يوجد لدينا وهو المتحف البريطاني وهو معروف جدا في لندن أيضا Big Bang وهو إذن عندما نرى هذه الساعة نعلم أننا نتحدث عن لندن أو بريطانيا ساعة ساعة بريطانيا ساعة نسميها ساعة Big Bang ثم لدينا إذن القصر هذا هو قصر كارديف أين يقع في ويلز المنطقة التي تابعة التي قلت أنها تابعة إلى أنجلند إذن هذه بالنسبة للأماكن التي ذكرتها مارغاريت ليونس حول أهم الأماكن الموجودة في غريط بريطاني إذن أعزائي الآن ننتقل إلى تاسك نمبر ثري I look, listen and repeat أنظر, أستمع, وأعيد لدينا هنا فتاة سيتحدث سنرى عما يتحدث هاي برحبا I am ameen from Algeria أنا أمين من الجزائر My national currency is the Algerian dinar إذن عملة الوطنية ما هي is the Algerian dinar الدينار الجزائر My national dish is couscous طبقي الوطني أو الطبق المعروف في بلدي هو ماذا؟ الكوسكس المعروف كثيرا في الجزائر One of my national celebration days is the 5th of July 1962 إذن أحد أهم الاحتفالات الوطنية ما هو أيام الاحتفالات الوطنية هو يوم الخامس من جوية 1962 وهو عيد الاستقلال عيد الفطر is one of my religious celebration days عيد الفطر هو أحد الأعياد الدينية في الجزائر إذن الآن نذهب إلى شخصية أخرى من دولة أخرى كيف ستتحدث عن نفسها عن بلدها وكيف تعرفوا عن عملتها Hello I am Adaku مرحبا أنا Adaku from Nigeria أنا من نيجيريا My national currency is the naira إذن كما قلت عندما أعرف بعملة الوطنية ماذا أقول؟ أقول my possessive adjective my ثم أذكر national currency هي تبقى ثابتة ثم نستعمل verb to be is لأنه لدينا عملة واحدة لا أذكر العملات لكن عملة بلدي فقط لذلك أستعمل is the naira تذكر العملة الخاصة ببلدك إذن إذن الآن أتحدث عن طبقي الوطني أستعمل أيضا possessive adjective أقول my national dish or يمكن أيضا استعمال our national dish أقول طبقنا الوطني أتحدث بصفة عامة أقول our or my national dish is rice الأرز والفول my الآن نتحدث عن ماذا؟ عن الاحتفالات أهم الاحتفالات في بلدي أو في بلد أداكو my national celebration day is the first of October إذن الاحتفال الوطني أو يوم الاحتفال الوطني الخاص بنا أو بي احتفالي أو يومي الاحتفال الوطني هو ماذا؟ الأول من أكتوبا وهو الخاص بنيجيريا إذن هذا كان بالنسبة لأداكو التي تنتمي إلى نيجيريا إذن أعزائك ملخص لما قلناه في الكتاب المدرسي من التطبيقات عند التحدث عن موقع مكان أو منطقة أو حتى معلم نذكر إذا كنا نذكر اتجاهات أول شيء عند السؤال عن الموقع أولا نجب أن نتعلم كيف أسأل عن موقع منطقة أو معلم أقول where ومعنى أين plus زائد verb to be إما لدي حل إما أن أستعمل is or are is إذا كان معلم واحد أو منطقة واحدة إذا كنت أبحث عن مجموعة مناطق أو مجموعة من المعالم أقول are ثم أذكر المكان الذي أريد أن أبحث عن موقعه الآن عند الإجابة عن الموقع أو المكان الذي for example شخص ما سألني عن المنطقة كيف أجيب؟ أولا أذكر المنطقة أو المكان أو المعلم ثم verb to be is or are إذا كان مكان واحد قلنا أستعمل is إذا كان مجموعة من الأماكن أستعمل are ثم preposition in ومعناها في إذن لدينا in دائما أستعملها في المواقع أو تحديد المواقع أو الأماكن ثم أذكر الموقع أو المكان أو الاتجاه أو الاتجاهات التي ذكرناها north, south, east or west الآن أعزائي عند التحدث عن العملة الوطنية لبلدي ماذا أقول my national currency إذن هي ثابتة أو أقول our national currency عملة الوطنية plus what verb to be is دائما لماذا؟ لأن لدي عملة واحدة لا يمكن لبلد أن يحمل عملتين for example الجزائر تحمل عملة واحدة وهي الدينار الجزائري ثم أذكر اسم العملة ثم الآن عندما أتحدث عن طبقي الوطني أو المشهور في بلدي الطبق المشهور في بلدي نقول my national dish أي طبقي الوطني أو أقول our our national dish طبقنا الوطني أي أتحدث كما قلت عن الجماعة plus what زائد verb to be is إذا كان مجموعة من الأطباق مشهورة في بلديك يمكن أن أقول is or are ثم ماذا؟ أذكر اسمه الطبق أو الأطباق الآن يوم الوطني أو الأيام الوطنية في بلدي أو أيام الاحتفالات في الوطن أو في وطني my national celebration أو أقول كما قلت our our national celebration يمكن أن تكون my national celebrations احتفالاتي الوطنية لأنه for example في الجزائر لدينا احتفالات كثيرة لذلك أقول my national celebrations أستعمل as هنا لكن في المقابل ماذا أستعمل؟ إضافة verb to be is or are للمجموعة ثم ماذا؟ أذكر اسم يوم الاحتفال هذا كان بالنسبة عن التحدث عن العملة الطبق واليوم الوطني أو أيام الاحتفال الآن نذهب إلى تمرين لتطبيق ما الآن أعزائي نذهب إلى task number four I listen ask and answer إذن أستمع أولا ثم أسأل ثم ماذا؟ أجيب لدي السؤال الأول ماذا قال where is adaku from؟ إذن تحدثنا عن adaku وهي فتاة من نايجيريا إذن كيف تكون طريقة الإجابة؟ إذن أقول adaku is from Nigeria إذن كما قلنا أو كما درسنا سابقا أن adaku هي فتاة من نيجيريا what is her national currency؟ ما هي عملتها الوطنية؟ إذن عند السؤال عن العملة ماذا أقول what is her national currency؟ ما هي عملتها الوطنية؟ إذن ماذا قالت adaku عن عملتها الوطنية؟ قالت أنها thanaira إذن أقول her national currency is naira هي عملتها الوطنية ماذا؟ النايرة الآن نذهب إلى a what is her national dish؟ الآن أسأل عن الطبق أو طبقهم الرئيسي أو طبقهم الوطني إذن her national dish أقول her national dish is what؟ قالت the rice and beans إذن قالت أن طبقهم الرئيسي أو طبقهم الوطني كان الأرز والفول إذن أقول her national dishes are rice and beans الأرز والفول إذن الآن نذهب إلى آخر سؤال what is her national celebration day؟ ما هو احتفالهم أو ما هو احتفالها الوطني المشهور؟ إذن كان احتفالهم ماذا؟ إذن ماذا قالت أداكو؟ قالت أن national celebration الخاص بهم الاحتفال الوطني الخاص بهم هو the first of October كيف تكون الإجابة؟ أقول her national celebration day is the first of October إذن أعزائي الهدف من هذا التمرين ماذا؟ طريقة السؤال قلنا عن المكان الذي تنتمي إلي آداكو أقول أو كيف أجيب أجيب بإسم الفتاة أو الفتاة ثم verb to be ثم أذكر المكان الذي تنتمي إليه لكن يجب أن أضع preposition from ثم ماذا لدي؟ هنا السؤال الثاني كان عن العملة الوطنية أقول what is her what is her national إذا كان فتاة ماذا أقول؟ إذا كان ذكر أقول what is his national currency ما هي عملته الوطنية؟ هكذا تكون الإجابة هنا أضع his وليس her هنا نفس الشيء هنا إذا كان فتاة أقول his إذا كانت الإجابة إذا كان فتاة أقول هنا his national dishes هنا أيضا إذا كان فتاة أقول his وليس her إذن أعزائي الآن نذهب إلى task 5 التطبيق رقم 5 I listen and feel in the table إذن أستمع ثم ماذا أملأ الجدول الذي لديه في الصفحة المقابلة لدي هنا حوار بين مريم ومارغاريت ماذا كان في الحوار؟ أولا مريم تبدأ تقول hi margaret happy to hear from you مرحبا مارغاريت سعيدة بسماعك مجددا مارغاريت ماذا تقول welcome مريم مرحبا مريم ماذا طلبت مريم؟ my teacher wants me to collect some information about your country إذن مريم ماذا طلب منها المعلم؟ طلب منها أن تجمع بعض المعلومات حول بلد مارغاريت الذي هو Great Britain أي بريطانيا العظمى ماذا قالت مارغاريت؟ with pleasure من دواعي سروري I am happy happy to help you أنا سعيدة لمساعدتك أول سؤال كان لمريم ما هو what is the national dish in Great Britain؟ إذن ما هو الطبق الوطني في بريطانيا العظمى؟ ماذا قالت مارغاريت؟ it is roast beef وهو لحم البقر المشوي and yorkshire pudding هنا نوع منها الحلوى yorkshire وهي مقاطعة قديمة في بريطانيا و pudding معناها الحلوى نوع منها الحلوية what is إذن مريم الآن سؤال مريم الآخر what is your national currency ما هو أو ما هي عملتكم الوطنية؟ ما هي عملتك الوطنية؟ ماذا قالت مارغاريت؟ it is the pound العمل الوطني الخاصة ببريطانيا هي the pound ثم ماذا السؤال الذي بعده who what are the famous monuments؟ ما هي أهم المعالم المشهورة لديكم؟ we have big bang إذن مارغاريت ماذا قالت؟ لدينا big bang قلنا ساعة big bang ثم ماذا the british national museum إذن المتحث الوطني البريطاني ثم لدينا الجسر أو الجسر البرج أو الجسر الذي بين البرجين في لندن ثم ماذا السؤال الذي بعده قبل الأخير what are your celebration days؟ ما هي أيام احتفالتكم؟ قالت we have christmas إذن عيد الميلاد christmas ولديهم أيضا and easter وهو نسميه عيد الفصح هذا هو بالنسبة لبريطانيا أو أهم احتفالت في بريطانيا مارغاريت أو عفوا مريم thank you so much مارغاريت you are welcome إذن هذا هو كان الحوار الذي دار بين مريم ومارغاريت مارغاريت الآن نرى الأسئلة التي في الجدول إذن أعزائي بالنسبة للجدول ماذا طلب منا؟ لدينا أولا نذكر المعالم التي ذكرتهم مارغاريت ثم celebration days أيام الاحتفال ثم national dish الأطباقة المشهورة في غريت بريتان ثم لدينا currency العملة أولا بالنسبة للمونمت إذن أعزائي كنت قد قعدت كتابة الجدول يكون أكثر وضوح أولا قلنا monuments المعالم أو المعالم التي ذكرتها مارغاريت لي مريم قالت أن لدينا معلم Big Bang ثم The British National Museum و Tower Bridge إذن هنا ذكرت مريم الأهم famous monuments قالت We have Big Bang The British National Museum and Tower Bridge ثم ماذا؟ لدينا celebration day في الجدول طلب منا أن نذكر celebration days قلنا عيد الميلاد Christmas and Easter We have Christmas and Easter أي عيد الميلاد وعيد الفصح ثم طلب منا national dish أي الطبق الوطني ماذا؟ قالت مارغاريت قالت أن الطبق الوطني هو ماذا؟ سألت مريم واتيز The National dish in Great Britain قالت It is a roast beef and Yorkshire pudding إذن roast beef قلنا اللحم البقر المشوي وحلوة Yorkshire إذن تكون الإجابة قلنا roast beef Yorkshire pudding ثم ماذا؟ طلب منا أن نذكر currency قلنا العملة وهي قالت ذكرت أنها الباوند هنا ذكرت What is your national currency ما هي عملتكم الوطنية؟ قالت It is the pound أعزائي هذا كان بالنسبة لتطبيق رقم خمسة page 132 صفحة 132 أعزائي قد لخصت أهم النقاط في هذا الدرس التي كانت حول تحديد الموقع أو تحديد معلم أيضا التحدث عن العملة والتحدث عن الطبق الوطني لبلد ما وعن الاحتفالات في بلد ما أو كان في بلدي أعزائي كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم إن شاء الله يكون مفيد إذا كان هناك أي استفسار أو اقتراح لا تنسوا تتركوا لي في التعليق لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم ليستفيد الجميع إلى اللقاء Goodbye موسيقى موسيقى